دشان محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسيرو مدير إدارة الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي صمودة دشانون دورة تدريبية للضباط وأفراد البحث الجنائي نظمتها إدارة الأمن بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبمشاركة أربعين مشاركا ومشاركة من إدارات البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وشرطة النسائية بالمحافظة الدورة التي ستستمر لمدة أسبوعين سيتلقى فيها المشاركون معارفة حول عمليات البحث ومهارات التحري والتحقيق ورفع البلاغات وإعداد ملفات القضايا الجنائية وإجراءات الضبط وكيفية التعامل الإنساني عند تنفيذ القانون وغير ذلك وخلال التدشين الذي حضره نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي العميد أحمد رافيت أكد المحافظة بن ياسر همية تحسين أداء كوادر القطاع الأمني مثمنا جهود منتسبية لجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكنة العامة مجددا استمرار دعم سلطة المحلية لقطاع الأمن والشرطة بما يمكنها من القيام بمهامها وواجباتها بالصورة المطلوبة داعيا لاستفادة من مخرجات الدورة التدريبية وتطبيقها على الواقع العملي من جانبه أشار مدير الأمن وشرطة العميد مفتي صمودة إلى أهمية التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة الأمنية ورفع قدرات الضباط والأفراد مؤكدا على ضرورة الحفاظ على اليقظة العالية والاستفادة من مخرجات الدورة التدريبية في تحسين الأداء اشتركوا في القناة